الى ما وصلت الصراحة مرحلة مرة مرة خطيرة مرة خطيرة كان اطلع في البيت السطح لحالي لما هل ينامون الساعة اثنين كذا في الليل اطلع واجله سبكي يبكي 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 ما ادري ايش اجله سبكي بس ومخي فول الوقت سلبي ويعطينا افكار سلبية ويقول لي يا اخي انت رجل عيشة واش دنك هذي اللي انت عايش فيه انت تعرف ايش تسوي عشان ترتاح بس ان انت تدري انه حرام بس يعني اذا تبغى ترتاح ترى هذا خيار مولود فكان خلاص يا جماعة صراحة يعني كان كله مطلع في هذا الوقت في الليل اجله سبكي وجلس اتفرج للارض وافكر اني انهي حيانك الاكتئاب بكل بساطة هو غياب السعادة عن الشخص بسبب انخفاض او انعدام هرمونات السعادة في الجزء في حس الشخص بالاحباط الدائم وفقدان الشغف والحزن الشديد والافكار السلبية المستمرة في صير الشخص ما يحس بالسعادة بالاشياء البسيطة اللي كان يسويها زمان وهذا زمان كان اسمه الحزن الشديد ودائما ما يكون له سبب فيه سبب معين وراء هذا الحزن يا فقدان شخص عزيز عليك او فشل في بيزنس او حتى فشل في الدراسة عشان كده وصنا الاسلام دائما باننا نصبر عند المصاحب ونعرف بان مع العسري يسرها وانا اذا صبرنا لنا بشارة من الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى وبشري الصابر او يكون هذا الاكتئاب بسبب شي عضوي داخل جسدك يا نقص فيتامين معين او خمول غدة في الجسد وهذا كله يؤثر على افراز هرمونات السعادة بشكل طبيعي وهنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم تداوه عباد الله فان الله سبحانه وتعالى لم يضع داءا الا وضع معه شفاء اسف الاخير اذا انحلت المشكلة راح الاكتئاب ورجع الجسد يفرز هرمونات السعادة بشكل طبيعي مثله ورجع هذا الشخص يعيش حياته طبيعي بس بعد مرور الزمان وتطور البشرية ظهرت حالة من الاكتئاب غريبة اللي هو الاكتئاب بس من دون اسباح ما في سبب معين وراء هذا الاكتئاب اذا اقوم ابغى ااخد شاور مثلا تمام اجلس في الشاور ساعة كاملة ساعة كاملة واجلس ابكي 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 مرة مادر ايه ابغى اعرف ايش اللي فيه ما نعارف جالس بس طول الوقت ابكي 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 وما ادر ايش اللي صال ابغى اعرف حتى كذا سبحان الله مخي تحس انه صار سلبي مرة معايا اخو ربي شرحي مرة طبي بس ما دل كيف شرح لكم فيه ناس عد تقولي بندر اخي اش ده التفاهم اش ده الكلام التافي ترون والله من جد ما في اسوأ من شعور انك معد تحس باي شعور في الحياة لأي شيء لأي حاجة كذا ما في شعور بالضبط شخص مصاب بالاكتئاب بس ما يعرف شو السباح نفس اللي صار لأخونا بندر في اخر السنين نسبة المكتئبين زادت ل25% في العالم كامل والنسبة لا زالت في ازديادة فصارت فقدان الشغف بين العوام امر عادي وطبيعي واغلب الاشياء اللي كنا ننبسط وحنا نسويها زمان ما صارت تسببنا اي سعادة وبدأوا الناس يكتسبون عادات جديدة مع مرور الزمن يا رجل حتى الاكل ما صرنا ناكلها بشكل طبيعي اغلبنا دائما يمسك الجوال وهو ياكل واغلبنا صار يمل بسرعة من كل شيء ترى الموضوع يخوف شويتين لا تفكر فيه اليوم ما راح نتكلم عن حالة بندر بشكل خاص بنتكلم اليوم بشكل عام في الامور اللي ممكن توصلنا لمرحلة الاكتئاب من دون اي اسباب ترجمة نانسي قنقر بعد انتشار تهريب المخدرات في الثلاثينات من القرن الماضي قاموا بعض الباحثين اللي يبغون يدرسون مسألة الادمان على المخدرات ليش الناس تستمر على تعاطي المخدرات وما تقدر تقطع عنها لقيوا ان المخدرات تتنشط جزء في الدماغ بشكل عالي جدا هذا الجزء يتنشط يوم نجي ناكل ونشرب أو حتى نل لكن المخدرات تتنشط بشكل عالي جدا ويوم يتنشط هذا الجزء من الدماغ يفرز مادة مسؤولة عن شعورنا بالنشوة والسعادة يعني يعتبر هرمون من هرمونات السعادة بس يحطيك سعادة مؤقتة يوم عرفوا هذه المعلومة قاموا في عام 1950 ميلادي بإجراء تجربة التجربة هذه كانت على الفيرون هذا هو المركز الذي تنشط بشكل عالي تتنشط على المجرد للوزن هنا تشتزح الوزن رانبين للدرس عندما تستزه لأنه لا تنشط عالي لا يتنشط then قد يتنشط على المجرد تنتشط على المجرد تستمر فجاء بفار وحطوا في راسه جهاز يحفز الدماغ يفرز هرمون معين الهرمون هذا هو ناقل عصبي موجود في دماغنا وحطوا هذا الفار في صندوق مقفل بس داخل هذا الصندوق زر معين الزر هذا موصل بالجهاز اللي موجود في راس هذا الفار مجرد ما الفار يضغط هذا الزر يشتغل هذا الجهاز مباشرة ويبدأ هذا الجهاز يحفز عقل هذا الفار انه يفرز هذا الهرمون في جلسه الباحثين ينتظرون هذا الفار متى يضغط هذا الزر وبدأ هذا الفار يدور بالصندوق بدأ يتمشى داخل الصندوق ينين فجأة ضغط هذا الفار الزر فبدأ هذا الجهاز يحفز عقل الفار بانه يفرز هذا الحر وهنا انصدم الفار من المشاعر اللي حزه فبدأ الفار يحس بشعور بالنشوة والحماس والسعادة وبدأ كل شوية يضغط هذا الزر وكل مرة عقله يبدأ يفرز هذا الهرمون بجسمه بشكل عالي جدا حتى صار بس يضغط هذا الزر وصار حتى يرفض الأكل والشرب وما فارق هذا الزر جالس عند هذا الزر يضغطه حتى فقد الوحي فقاموا الباحثين وسووا نفس التجربة بس المرة هذه داخل صندوق ثاني فالصندوق هذا شيء يفصل بين الفار والزر المنطقة هذه منطقة كهربائية مجرد ما يمشي عليها هذا الفار ينصعق بالكهرباء وكان قصد الباحثين هنا يبغون يشوفون هل الفار فعلا بيضحي بصحة وحياته ويتقبل كل هذا الصعق الكهربائي عشان يضغط الزر وكانت النتيجة أن الفار فعلا تقبل الصعق الكهربائي كامل عشان يضغط هذا الزر عرفوا الباحثين أن هذا الهرمون اللي موجود في عقوننا قوي جدا وإنه هرمون إدماني من الدرجة الأولى وبعد هذه التجربة بدت الشركات الكبيرة تدرس هذا الهرمون بس بشكل أحمق وبدوا يتاجرون بهذا الهرمون اللي داخل أجسادنا ومن دون ما يركبون علينا أي جهاز فإيش هو هذا الهرمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مأوانا ومأواكم ومثوانا ومثواكم يا رب العالمين كيف حالكم؟ إن شاء الله أنكم بخير وموركم إن شاء الله طيبة غبت عنكم أربع أسابيع وشكرا لكم كلكم على الانتقال وأنا فرحان فرح شديد أني رجعت أنزل مكان ولكن والله مريت بظروف كثير ومنها انتقالي من مكان لمكان زي ما تشايفين حنا في المكان الجديد وإن شاء الله أن هذا المكان اللي رح نثبت فيه حاليا وباقي الظروف ربي سبحانه وتعالى يعلم الأهم من هذا كله إن رجعنا وبإذن الله بنرجع نزل بشكل أسبوع اللي خلاني يسوي مقطع اليوم هو الانتشار الواسع لبعض المقاطع اللي تتكلم عن كيف كنا سعيدين وحياتنا حلوة قبل 2020 وأكيد أنكم شفتوها حتى يقولون أن حياتنا قبل 2020 كانت مريئة بالسعادة ومريئة بالحياة لكنها تحولت تماما بعد 2020 وصارت مريئة بالاكتئاب والظلمة كثير من الناس فقدت الشغف في الحياة حتى اكتشفت أن فعلا نسبة المكتئبين زادت في السنوات الأخيرة زادت بشكل كبير وملاحظ ومن هذه النقطة بدت رحلتي في اكتشاف تاريخ كامل لتجارة كاملة سميتها الحقيقة أنا بذجارة الاكتئاب بس قبل ما نبدأ لازم نعرف بأن عقوننا تنتج لكل مشاعر نحس فيها هرمون معين في مثلا يوم نحس بالخوف عسادنا تنتج هرمون يسمى بهرمون الأدرينالين وإذا حسنا بالتوتر والقلق عسادنا تفرز هرمون ثاني يسمى بهرمون الكرتزول كلها مشاعر وراها هرمونات موجودة في عسادنا إلا الشعور بالسعادة فالشعور بالسعادة في أكثر من هرمون معين أو ناقل عصبي ولكل هرمون وظيفة معينة مختلفة عن الثاني بس كلها تعطي نفس النتيجة واللي هو الشعور بالسعادة ومن أهم هذه الهرمونات هي هرمونين هرمون الدوبامين وهرمون السيروتونين هرمون الدوبامين يسمى بهرمون النشو هرمون يعطيك سعادة مؤقتة في فترة معينة ومن بعدها تختفي السعادة بس إيش وظيفة هذا الهرمون إذا كان بيعطينا سعادة مؤقتة ويروحك وظيفة هذا الهرمون إنه يساعدنا نختار أمر معين ويحفزنا ننمر بكل الصعوبات عشان هذا الاختيار يعطينا شعور بالنشوة والحماس وقتها وشعور مؤقت بالسعادة مثلا إذا كنت جوعان جسمك يحفزك إنك تقوم وتدور أكل وإذا لقيت الأكل تحس وقتها بنشوة وسعادة عالية بس مجرد ما تشبع يروح الشعور هذا كامل وما تبقى معك إلا النتيجة أن بطنك مليئة وكل هذه السعادة مكافأة وتحفيز من جسمك عشان تأكل وما تموت وهذا الهرمون هو نعمة من الله سبحانه وتعالى لأنه يخلي من الأشياء الصعبة والمملة بيومنا مصدر للسعادة مثل الدراسة والرياضة حتى يوم تتروش وتنظف غرفتك أو حتى تطبخ أو حتى شغلك وعملك كل هذه تكون مصدر للسعادة في يومك ودائما جسمك يحفزك أنك تختار هذه الأشياء ويعطيك مكافأة عليها بس الجهانب المظلم من هذا الهرمون أنه هرمون إدمانية وإنه إذا ارتفع ارتفاع سريع لابد يصير بعدها انخفاض بقدر الارتفاع يصير هبوط حاد وانخفاضه يسبب الشعور بالاكتئاب وهنا تيجي وظيفة الهرمون الثانية وهو يعتبر مضاد للاكتئاب اللي هو هرمون السيروتونين وهو هرمون السعادة الأساسية فمجرد ما يصير الهبوط الحاد في هرمون الدوبامين تبدأ تحس بشعور بالاكتئاب فيجي مباشرة هذا الهرمون ويوازن لك الموضوع ويحارب هذا الاكتئاب اللي داخلك بس مشكلة هذا الهرمون عشان يفرز في جسمك لا بد يكون فيه نتيجة لا بد يكون فيه نتيجة من كل النشوة اللي تعطيتها فهو هرمون يزيد إفراز جسمك له عن طريق النجاح في أشياء كثيرة وهو هرمون مو لحظي أبدا زي هرمون النشوة يخليك تحس بالسعادة فترات طويلة وعلى مدى بعيدة ويخلي شعورك متوازن ويخليك أكثر هدوء وأقل حماس وأكثر حتى ثقة في نفسك بس المشكلة أن هذا الهرمون إذا ما لقي نتيجة من كل هذه النشوة اللي بداخلك ما يفرز جسمك مضاد للإكتئاب اللي هو هذا الهرمون ولا بد تتعامل مع الهبوط الحاد في هرمون الدوبامين واللي راح يكون صحب جدا لأن مجرد ما ينخفض عندك الدوبامين بالشكل هذا يبدأ جسمك يحفزك تدور على أشياء ترفع لك هرمون الدوبامين من جديد وتروح تدور على أشياء تسبب لك نشوة عشان توازن الموضوع وترجع زي مك وهنا تبدأ تصير عالق في دائرة مغلقة من جرعات الدوبامين وعشان تعرف هل أنت عالق في هذه الدائرة أو لا أبا منك طلب بسيط أباك يتسوي مثل ما سوى النبي صلى الله عليه وسلم يمطلع غار حراء واعتزل قوم وما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها اللي توب اللي عليه وأكل يشبع بطنك فأبا منك بيوم من الأيام تترك كل شيء بيدك وتفضي غرفة ببيتكم حتى من الأثاث وما تدخل في هذه الغرفة إلا بثوبك اللي عليه وأكل يشبع بطنك وتجلس في هذه الغرفة فقط يوم واحد الفكرة جدا ميب غريبة ولهي جديدة أبدا لأن أجدادنا كانوا يعتكفون في المساجد مو بس يوم واحد لمدة شهر وما كان معهم إلا ثوبهم اللي عليهم وأكل يشبع بطنهم ودائما يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد في كل يوم وما عندها أي نوع من المشتتات فالأمر مو مستحيل أبدا وأمر طبيعي جدا كانوا يعيشونه ويتعايشون معه الأول وشعورك اللي داخلك الحين هو هدخيل عليك إذا شايف أن هذا الأمر صعب جدا 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 أو شبه مستحيل عليك ففيه احتمال كبير أنك عالق في هذه الدائرة من الدوبامين موضوع أن اليوم تقيل شويتين لكنه مهم جدا وبإذن الله يغير حياة كثير منك عشان كده اليوم لا تأخذ شي تاكلها تدرك سماعات إذن عشان تسمعني مصبوبة تركز وتصحصح معي ومن دوم ما نطول بسم الله نبدأ يولد الرجل حر ولكن في قيود بكل مكان هذه المقولة لأحد الفلاسفة الفرنسيين ولكنها تحمل معنى كبير جدا لأن أغلب الناس يعتقد أن السعادة في كثرة الخيارات والحرية في هذه الخيارات عشان كده أغلبنا يعتقد بأن الفلوس هي السعادة لأن الفلوس تعطيه خيارات أكثر وحرية أكبر في هذه الخيارات مع أن علماء النفس يقولون عكس هذا الكلام ويقولون أن كثرة الخيارات تؤدي إلى الاكتئاب وهذا كله يرجع لكلام الفيلسوف الفرنسي أننا فعلا مقيدين في كل مكان وتعتقد أن الخيارات هذه أنت حر فيها ولكن من تحر فيها؟ أنك مقيد بكلام ناس ومقيد بعدات مجتمع ومقيد حتى لعقلك وهذا الشيء اللي راح نتكلم فيه وفي علاقة كبيرة بين السعي وراء وهم الحرية هذا وبين الاكتئاب فلو نشوف أكثر الدول الحرية في العالم أو تقديس لهذه الحرية بنلقاها أمريكا فتنقول السيء أن أكثر الدول الحرية اللي هي أمريكا تعاني من حالات قوية غير مسبقة من الاكتئاب فإلى الآن وصلت نسبة الاكتئاب عندهم 57.1% من أمريكا كاملة يعني أكثر من النص والنسبة جالسة تزيد إلى يومك فهنا تعرف أنه في علاقة بين الحرية المطلقة والاكتئاب فعلا وهذا كله يرجع لأن حنا كبشر دائما راح نعبد شيء داما على وجهها ومن هذه الأشياء اللي ممكن نعبدها هي عقون فحنا كبشر ما نقدر نتحكم بعقوننا 100% في عقوننا عضو مثل باقي الأعظام مثل قلبك فتحس بدقات قلبك لكن ما تقدر تتحكم فيها وهذا الشيء نفسه ينطبق على عقلك فإذا فتحت لك خيارات كثيرة أمامك وما في توجيه من أحد أخبر منك في هذه الخيارات هنا يبدأ عقلك يشمر أكمامها ويبدأ يتصرفه بنفسه ويبدأ يقارن الخيارات هذه مع بعضها عشان يوصل لنتيجة أو يقرر قرار نهائي والذي يساعدك في اتخاذ القرار النهائي هذا هو هرمون النشوة هرمون الدوبامين اللي ذكرناه قبل كده ويعتبر هرمون من هرمونات السعادة يحفزك هذا الهرمون أنك تختار خيار معين بناء على لون هذا الشيء أو شكل هذا الشيء وتحس وقتها بالنشوة والسعادة بس بعدها يصير عندك هبوط في هذا الهرمون هبوط حادة والهبوط الحادة هذا يسبب لك شعور بالاكتئاب وما يمنعك بعد الله سبحانه وتعالى عن الاكتئاب هذا غير النتيجة اللي بيدحك فإذا كان في نتيجة إيجابية هنا جسمك يفرز هرمون مضاد للإكتئاب بس إذا ما كان في نتيجة أو نتيجة سلبية ينلابد تتعامل مع الاكتئاب اللي راح تمر فيه فلو قلنا مثلا أنك أنت إنسان تبغى تنحف وخيرتك الآن بين قطعة كتكات أو قطعة كوس عكلك الآن بيقارنهم مع بعض وأكثر الخيارات تنتج لك هرمون نشوة يحفزك عقلك أنك تختارها وتبدأ تحس بإحساس رغبة تجاه هذا الشيء إذا ما كان عندك المعلومات الكافية في أي الخيارات أفضل لك ومناسبة لحالتك والدايت اللي أنت ماسك يوجهك عقلك لقطعة الكتكات هذه وبتأكلها وبتعطيك نتيجة سلبية لا تناسب حالة الدايت اللي أنت فيها وهذا يثبت أن عقولنا ما نقدر نتحكم فيها 100% وأنه ممكن لعقولنا أنها تتحكم فينا وتتحكم في اختيارنا بس متى صار الموضوع الخطير يمصار في بعض الناس اللي يتاجرون بهرمون النشوة يتاجرون بهذا الهرمون معنا في أجسادنا فصاروا ينتجون للناس خيارات في حياتهم تفرز لهم بكميات عالية من هذا الهرمون واللي يعتبر هرمون إدمان اللي خلت الناس اللي ما يعرفون خطورة سلعتهم تفضل سلعتهم على غيرها وبشكل أعمى حتى ومن أقوى هذه السلع تأثير في السوق هي المخدرات والإباحية والقمار وغيرها من الأشياء اللي حرمها الله سبحانه وتعالى علينا فهذه الاختيارات تنتج الرمون نشوة عالي جدا أكثر مما تتخيل عشان كذا تلقى الناس يدمنون على هذه الأشياء بس المشكلة إن النتائج كلها سلبية وبعد الارتفاع العالي لهذا الهرمون صار فيه هبوط حادة زي ما قلنا بس النتيجة هنا كانت سلبية فالجسم هنا ما أفرز أي مضاتل الاكتيار فتبدأ عقولهم تحفزهم يرفعون هرمون النشوة من جديد عشان يخرجوا من هذا الشعب فيصيرون عالقين في هذه الدائرة المغلقة فيصير يسعى لرضى شهوة وعقلة حتى يصير عالق في صندوق مغلق كل مرة يضغط الزر عشان يأخذ هذه الجرعة من الدوبامين مثل اللي حصل للفار فالله سبحانه وتعالى قال عنهم إنهم إلا كالأنعام بل أضلوا سبيلا فهذول الأشخاص قطعوا الحبل اللي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بحثا عن الحرية كانوا يعتقدون أنهم إذا تركوا دين الله سبحانه وتعالى وأوامر الله بيلقون الحرية حين عشان كذا تلقى ملاحدة كثيرة بس أنهم في الأخير عبدوا عقولهم اللي ودتهم لهذه المرحلة عشان كذا تلقى أكثر نسبة انتحار في العالم من الملاحدة بس أقل نسبة انتحار في العالم كامل هم من المسلمين لأنهم استسلموا لأمر الله سبحانه وتعالى ليوجههم وجههم لأحسن الاختيارات قال الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضد والذكر هنا القرآن لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية ثانية إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما يوديك لأحسن اختيار لك لاحظت أن أكثر الأشياء اللي ترفع عندك هذا الدوبامين وتخليك عالق في دائرة مغلقة هي من الأشياء اللي حرمها الله أشياء محرمة فالله وجهنا أن نبتعد عن هذه الأشياء لأنها بتوديك إلى عبادة عقلك وعبادة شهوتك في الأخير عشان كذا تلقى عندهم أكثر نسبة اكتئاب وأكثر نسبة انتحار حتى والهوملس عندهم تلقاهم في كل مكان تلقى ناس مشردين كثير ترى مو فقر عندهم لكن فتحت لهم هذه الخيارات من دون رادع ومن دون أحد يبين لهم أن هذه الخيارات ممكن توديك للتهلك فعبدوا عقولهم اللي ودتهم لهذا الطريق والله المستحى صاروا عبيد لعقولهم وشهوتهم اللي وصلتهم لهذه الدرجة مثل ما قال الله سبحانه وتعالى فرأيت من اتخذ إلهه وهواء بس بعد مرور الزمان وفي عام 1955 ميلادي لقوا أن اللي يشاهد التلفزيون يفرز عندها هرمون النشوة برد ومو بشكل بسيط بشكل عالي جدا تخلي الشخص يجلس أمام التلفاز فترات طويلة ويفضل اختيار الجلوس عند التلفاز على أشياء كثيرة في اليوم فعرفوا أن هذا الهرمون بإمكان يفرز عند الشخص فقط من النظر وهو بس من التعاطي أو الأكل أو فعل شيء معين مثل القمار والأشياء هذه اللي حرمها الله سبحانه وتعالى وبدوا يلاحظون أن الأفلام والمسلسلات يجلسون عليها الناس بفترات طويلة فبدوا يلعبون على هذا الحبل وبدوا يطوروا من الأفلام والمسلسلات وتطور سريع جدا سريع وواضح ففي عام 1967 ميلادي صار يصرف على الأفلام مبالغ طائلة وصار يدخل في سالفة الأفلام هذه دول حتى ولقيوا لها زباين في كل مكان حتى عند نحن المسلمين صار الوضع بالنسبة لهم أحسن برضو من المخدرات والأشياء لأن المخدرات سوقها لها زباين محددين ومهم مسموحة في كل الدول بس هذه مسموحة في كل الدول وبرضو لها زباين كثار جدا وبدوا يصرفون عليها مبالغ طائلة ولقيت الأفلام وقتها نجاح قوي جدا 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 حتى أن هذه الفترة سميت بالفترة الفضية للأفلام وكانت من تجرؤ لها زخم قوي جدا وفي تطور دهن وهي الفترة التي تحولت فيها الأفلام من الأبيض والأسود إلى الأفلام الملونة بعدما شدوا حيلهم في الدراسة وعرفوا بأن الألوان تزيد نسبة هرمون النشوة في عقونها وتزيد من حالتنا الإدمانية على منتجاتهم ومو بس الألوان كذلك واقعية الفيلم فمن هذه الفترة بدت الأفلام تصير أكثر واقعية عشان كذا سميت هديك الفترة بالفترة الفضية للأفلام وصار للأفلام مردود ربحي كبير جدا أكبر مما تعتقد حتى إن قامت عليها اقتصاد دول كامل استغير هذا كله في عام 1967 الزخم القوي هذا بدأ يهبط شويته وهذا كله بسبب ظهور شيء اسمه أتاري نعم الأتاري اللي لعبناه حين صار في الأتاري هنا غير اللعبة بالنسبة للأفلام والمسلسلات كان عليه إقبال من المدمنين بشكل قوي جدا فسوق الأفلام كانت بس للفئة الكبيرة ولا الفئة العمرية الأكبر أما لا تاري ماشي سوقها عند الكبار والصغار ومن هنا ومن هذه النقطة بدت نهضة قوية في الألعاب الإلكترونية وسريعة جدا 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 هي اللي وصلتنا لهذه المرحلة اللي حين فيها الحين أنت تتفكر إن هذا كله علمه لا لا هي سوق متاجرة بهرمون الدوبامين يلعبون على المدمنين هذول حتى وصلوا إنهم يدخلون عقلك داخل اللعبة بالواقع الافتراثي يدخلونك جو اللعبة نفسها تخيل كمية الدوبامين اللي راح يفرز جسمك وقتها يا ساتر لنا صار فعلا فيه مدمنين بمعنى الكلمة وصار فيه ناس حتى يموتون بسبب الألعاب وهذا اللي صار لرجل في التايوان بعد ما جلس يلعب ثلاثة أيام متواصلة مو قادر يدركها وتفكر إنها هي الحالة الوحيدة في حالات موت كثيرة في العالم بسببها وصار فعلا إدمان مثله مثل المخدرات لأنها تفرز هرمون نشوة عالي جدا ومن دون أي نتائج لأنها كلها عالم افتراضي مو بحقيق تخيل إنه يجري السنين طويلة وهو يلعب في العالم الافتراضي هذا ويحقق نجاحات داخل هذا العالم مو في العالم الحقيقي نجاحاتها كلها داخل هذه العالم في يوم يخرج للعالم الحقيقي ما عنده أي نجاح هرمون السيروتونين صفر عنده ويبدأ فعلا عالق في الجرعات العالية من هذا الهرمون والمشكلة إنه هذا الهرمون هو ناقل عصبي في الدماء وكل ما زاد هرمون الدوبامين ونزل وزاد ونزل تبدأ تتوقف عندها هرمونات السعادة وتصير منخفضة جدا مثل اللي حصل لبندر الله يعفضها من كل شهر الحمد للهنا بخير الحين فبندر مثل ما قال هو بلسانه أنه كان يلعب الألعاب طول حياته ويحبها برد كتب تعرفون الألعاب من زمان وأنا ألعبها من وأنا صغير وأنا استمتع بالألعاب ولما تشغل وقتي عاجبني هذا هذا الشي خطير جدا لأنه دائما تخلي جسمك في ارتفاع وهبوط مستمرة في الدوبامي ومن هو صغير والمشكلة بندر هو صغير كان وقتها ينكر شيء اسمه اكتئاب قبلها كان أقول اللي يكتب مثلا أنا مكتئب أنا مدري إيش أقول يا أخي شدو اللي الناس يا أخي كل يجرس يسوي طول الوقت نفسه زعلان ومدري إيش وهو معارف أنه أصلا ماشي بطريق الاكتئاب وجالس يدمر مستقبلات عصبية لهذا الهرمونات حتى يمرح بندر للطبيب النفسي لقي إن هرمونات السعادة في جسمه ما تفرز بشكل طبيب في مخك زي اللي صار له أوفرلود أو يعني استخدم بزيادة كذا كأنه اللي حرق مرة فصار يوقف أنه يفرز هرمون هو مسؤول عن السعادة في جسم الإنسان سبحان الله وفي سبب جلوس المستمر على هذه الألعاب في البيت صار عندنا نقص حاد برضو في فيتامين دا واللي أصلا ناخذ حنا من الشمس أي نعم الشمس اللي برضو حتى تعزز عندك إفراز السيروتون لأنه تعرض أجسادنا للشمس تعزز عندنا هرمون السيروتوني اللي هو هرمون من هرمونات الزعادة برضو عشان كذا فيه شيء يسمى بإكتئاب الشتاء يا جماعة أنا من كثرة ومع فيتامين دال عندي معطوب قال للدكتوريخ أنت كيف حي يتماشي الطبيعي ما بين ما بين كام ثلاثين وخمسين مدري أنا كام بس ما كان شغلهم على الألعاب الإلكترونية فقط ففي عام 1994 ميلادي لقيوا إن بإمكانهم يطورون الجوالات الجوال هذا دائما بيكون مع صاحبه وين ما يروح قاموا يبحثون عن طريقة يجعلون من الجوال العادي هذا اللي للاتصال إلى أداء إدمانية يصير الشخص ما يقدر يتخلى عنها وكلها بس عشان الجيوب تجي عرب اختصار وفعلا نجح يؤسدروا أول جوال ذكي اسمه سايمون أظن أنه اسمه سايمون أو سيمون ودوا يطورون في الجوالات إلى يومك هذا حتى صار الجوال مو بس جوال للاتصال فقط تقدر تتابع فيه أفلام وتقدر حتى تلعب فيه ألعاب وحتى يوم طلعت السوشال ميديا يصمموها بشكل يفرز عندك هرمون الدوبامين وهرمون نشوة بشكل عالي جدا عشان كذا صار وجود الجوال بحياتنا جزء كبير جدا وتغير من كونه جهاز للاتصال أو جهاز نقضي في حوائجنا لشي ثاني تمامنا جزء كبير في حياتنا ما نقدر نعيش من دون حرفيا وزادت حالتنا السوء يوم صارت الجائح عام 2020 تقفل علينا بالبيوت والكثير وجدوا مخرج كبير في الألعاب والسوشال ميديا ومسكة الجوال وكانوا يعتقدون أن مخرج مؤقت من الأزمة هذه اللي هم فيها مجرد ما تخلص الأزمة يرجعوا لحياتهم طبيعي بس الوضع ما كان كذا أبدا لأن مجرد منتهت الأزمة اكتشفوا أن عندهم أزمة ثانية تماما أزمة نفسية وهذا اللي حصل فعلا لأن نسبة عدد مستخدمين استيم ارتفعت بعد 2020 ارتفاع ملاحظة زي ما أنتوا شايفين واعتقد كلكم تعرفون شو استيم استيم تعتبر أكبر منصة ألعاب أكترونية هتقدر تحمل منها العظم أما فترة جلوس الناس على الجوال فارتفعت حتى هي بعد 2020 ارتفاع ملاحظة عشان كذا تلقى هذه المقاطع اللي تقول أن حياتنا كانت حلوة قبل 2020 وكانت مليئة بالحياة ومليئة بالسعادة وكيف أنها صارت جدا مظلمة وكئيبة جدا بعد 2020 وهذه حقيقة في العالم كامل في الحالة بدت تسوق بشكل كبير جدا لدرجة أن الناس مجالسين يستمتعون بالأكل اللي مفروض أن يعزز عنده هرمون النشوة هرمون الدوبامين بشكل عام عشان كده يمسك الجوال ويعقل في نفس الوقت عشان عقل يفرز هذا الهرمون بشكل طبيعي يوم أن يعقل وما يحس إنه إنسان غير طبيعي والمشكلة أنه وصل الحال في الكثير للتساهل بهذا الأمر ومن يوم يولد ولدهم يجلد سونح على هذا الألعاب إلي نعاية اليوم بس عشان يفتكون من صجتها المشكلة أن هذا إدمان وممكن يوصل للاكتئاب والدمار النفسي حتى إذا ما وصل للاكتئاب ممكن يوصل لمراحل سيئة جدا في المستقبل في يوم تتعطل بعض المستقبلات العصبية لهذا الهرمون ما يصير جسمه يفرز الهرمون هذا بشكل طبيعي يبدأ ينقص هرمون الدوبامين في جسمه يبدأ يحفزه أن يدخل في أشياء ما يبغى يدخل فيها جسمه يبدأ يحفزه أن يدخل في أشياء ممكن حتى محرمة وهنا يبدأ يخسر الولد علاقته بالله سبحانه وتعالى وممكن أهله ممكن حتى مبادئه وأخلاقه لأن جسمه يبدأ يحفزه أن يدور لجراحات عالية من الدوبامين عشان يرفع عنده هذا الهرمون والمشكلة مع انتشار الأفلام والمسلسلات والألعاب في زمننا الحالي مع التطور اللي وصلناه لا صار الكثير مصاب بهذا المرض وبهذا الإثماء نادر من الناس اللي يقدر ينجو منها والله المستحب والمشكلة أن الكثير مننا في الزمن هذا ما يعرف أن الأشياء البسيطة في اليوم تفرز عنده هرمون دوبامين عالي ويحس بالنشوة تجاهها بشكل كبير جد تفرز عندك هرمون دوبامين عالي تذكر إما يقولك إجلس في غرفة فاضية لوحدك يوم كامل ومن دون أي أجهزة ومن دون أي بلاستيشن ولا حتى جوال ما معك إلا ثوبك اللي عليك وأكل تاكل تخيل أنه يسمح لك أنك تقرأ كتاب وأنت في هذه الحالة إيش كمية الفرحة اللي بتحس فيها بتحس أن هذا الكتاب شي جميل جدا في يوم ممكن تقرأ الكتاب وتخلص الكتاب هذا وتطلب كتاب ثاني بعدها وتطلع من كل هذه النشوة بسعادة وأنت ممكن ما عمرك قد حطيت الكتاب خيار في حياتك وهذه هي المشاعر الصحية الطبيعية اللي مفروض حنا نحسها تجاه الأشياء ما حكم الألعاب الإلكترونية بدون صورة ولا موسيقى ما فيه له وإشغال للفكر فإنه لا يجوز أي كرتونية أو غيره كل ما يشغل عن ذكر الله وعن طاعة الله وحتى عن ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه إلا هو لا يجوز نعم في الأخير لازم نعرف أن في هذه الدنيا فيه أشخاص ما عندهم أمانة وما عندهم دين ولا مبادئ وما يهم هذول الأشخاص إلا جيوبهم والمشكلة أن هذول الأشخاص متقدمين عننا خطوة بالعلم شئت أم أبيت عندهم علم موهب عندك وجالسين يستخدمون جهلنا عشان يعبون جيوبهم لا يهمهم صحتك ولا مزاجك بار عشان كده لابد أنك توقف لازم توقف وتنظر لحالك جالسين يستخدمونك كضحية عشان يعبون جيوبهم لازم تستوعب هذا الأمر أقل شيئا باك تستوعب أن هذه الأشياء مضرة والأشياء ميب كويسة ولا بتسهل حياتك بل تصعب حياتك وتصعبها بكثير جدا تخلي من الأشياء الطبيعية اللي تستمتع فيها في يومك جدا مزعجة وجدا تقيل على قلبك كل هذا لأنك جعلت السعادة فقط حدف في يومك فعقلك وجهك لهذه الخيارات اللي جدا سيئة وانت ما تعرف أن هذه أصلا مهي السعادة هذه نشوة في الأصل سبب لك سعادة بسيطة فقط ومؤقتة الله سبحانه وتعالى سن سنة في الأرض أن السعادة دائما مربوطة بتعب وجهد السعادة الحقيقية اتعب واشتهد عشان تحصل على السعادة حتى في عقودنا المتعة اللي قاعد تحصلها من البلايستيشن والألعاب الإلكترونية ومسكة الجوال والسوشال ميديا هذه كلها سعادة مؤقتة هذه كلها نشوة مهي بسعادة وما رح تستمر معك مجرد ما تقفل رح تشعر بشعور صيء جدا لا بد تبعد عن هذه المشتتات اللي ألهتك وخلت حياتك أصعب وضيعت وقتك وضيعت حياتك برضو والمشكلة أن هناك في ناس كثيرة تقول أن حالتنا أحسن بكثير من اللي بره وجالس يتعاطى أو يسبب مشاكل وما يدري أنه هو برضو جالس يتعاطى في البيت مثلهم الألعاب الإلكترونية في مثابة الكوكاين عقلك سلعات مختلفة ولكن لها تأثير واحد على عقلك أما الشيء الثاني لازم نعرف أنه موحنا مثل الكفار فإحنا كمسلمين متمسكين بحبل الله سبحانه وتعالى اللي وجهنا لأحسن الاختيارات وكل ما حسننا علاقتنا بالله سبحانه وتعالى بيودينا لأفضل النتائج وأعظم هذه النتائج جنات عرضها السماوات والأرض عشان كذا دائما يقولوا للمكتئب قوم وصل وحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى أول ومن هنا نقطة التغيير نحسن علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ونستعين به على أن نطلع من هذه الدائرة المغلقة ومن هذا الإدمان ونبدأ نحدد يوم في الأسبوع نبعد عن استخدام الأجهزة استخدام ترفيه ما تستخدمها إلا لحوائج فقط في هذا اليوم تستبدل الوقت اللي كنت تضيع على الأجهزة والأشياء الإدمانية هذه بأشياء مفيدة تفيدك في دنياك وآخرت فمثلا لو خصصت هذا اليوم أنك تحفظ فيه القرآن أو أنك تقرأ كتاب جديد أو أنك تتعلم فن قتالي أو أنك تروح تتمرن وتعزز من صحتك أو أنك تتبنى موهبة جديدة وبتلقى بإذن الله أن حالتك تتحسن وبيصير لهذا اليوم مفعول قوي على نفسيتك خطوة وراء خطوة ونزيد يوم ثاني يعني يصير يومين في الأسبوع نبعد عن استخدام الأجهزة استخدام ترفيهي تماما ولو تستمر على هذا الحالة كل أسبوع تزيد يوم واحد تتفاجأ أن عقلك مباشرة بيفرز هرمونات السعادة بشكل طبيعي تبدأ تحس بشعور كويس في يومك وفي يوم واحد رجع لي الشعور حقه نص ساعة يمكن في اليوم يوم كذا في يوم كامل نص ساعة كان شعور حلو وكذا نص ساعة واختفى بس كان النص ساعة هذه الحياة بالنسبة وحبة حبة جالس أنه الوضع يزيد نفس الشعور اللي حاس فيه بندر الله يحفظ وبترجع تحب نفس الأشياء اللي كنت تحبها زمان وتسويها قبل عشرين عشرين حتى أكلك ما بتصير مضطر أنك تمسك الجوال عشان تأكلها بيصير عقلك مباشرة متأقلم على أنه يستمتع في العقل بيصير مركز في عقلك وفي الأخير لازم نعرف أنه ما ندخل شيء ترفيهي جديد في حياتنا من دوما ندرس نتائج هذا الشيء حتى ولو كان هذا الشيء حلال لازم نعرف إذا له نتيجة إيجابية أو نفقة تجارة بسعادة مؤقتة مقابل اكتئاب دائم اللين هنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم اللي كانت مليئة بالمعلومات وملئة بالأحداث أتمنى أن الحلقة فادتك فائدة كبيرة جدا وأتمنى منك أنك تنشر هذه الحلقة عند أشخاص يعانون من هذا الشيء لأنك بتفيدهم فأقل شيء ممكن هذا المقطع يغير حياتهم ومن أسلوب حياتهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت الصفر كاتب وليك نشوفكم الخير روح تبحشوني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة